دون توقف لا تزال عملية التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية وسرقة أسلاك الكهرباء في ليبيا متواصلة والتي تعد من أبرز أسباب القطاع التيار الكهربائي الشركة العامة للكهرباء أعلنت عبر صفحتها في فيسبوك عن عملية سرقة جديدة طالت أسلاك الكهرباء بطول 900 متر على خط اتجاه المبروك اللافي مما تسبب في فقد تغذية 12 محولا داخل نطاق دائرة توزيع السواني إضافة إلى سرقة 1650 متر من أسلاك الكهرباء على خط الديابات بجفارة عملية السرقة تكررت في أكثر من موقع وعلى مدار سنوات وهو ما جعل من الشركة تطالب توفير الأمن على المحطات التي طالتها الاعتداءات وسرقات غير أن الجهات المختصة لم تستجب لهذه المطالب وبقيت هذه الظاهرة مستمرة ومع تواصل أزمة قطاع الكهرباء وكل التعديات لأن الشركة أعلنت عن متابعة الخطة الاستراتيجية والخروج من الأزمة التي تمر بها الشبكة وهو ما يجعلها أمام تحدي جديد في ظل ديمومة طرح الأحمال وتأثر المواطن منها بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر